وحول مهرجان العالمين في يومه الأخير ينضم إلينا على الهواء مباشرة من هناك محمود جميل مراسل التلفزيون المصرية محمود كيف تسير فعليات ختام مهرجان العالمين في نسخته الثانية برحب بكم من مدينة العالمين الجديدة نتابع معكم الساعات الأخيرة من انتهاء النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة والتي ستنتهي بحفل الفنان ويجز وربما الاستعدادات تتم على قدم الوساق وتم دخول عدد من الجمهور لمنطقة اليو أرينا وبعد قليل ستنطلق هذه الحفلة الكبيرة في منطقة اليو أرينا وهي حفلة خاصة لأن ويجز منذ فترة طويلة لم يقدم أي حفلة من حفلاته ولكن هذه الحفلة هي عودة بعد انقطاع دام لسنة تقريبا تعود الحفلات لويجز في مدينة العالمين الجديدة ليلتقي بجمهوره الذي ينتظره في مدينة العالمين الجديدة ربما الاستعدادات أيضا كانت هنا في منطقة النورث سكوير التي شهدت بعض الفعاليات الرياضية وفعاليات البراموتر الطيران الشراعي الذي حلق في سماء مدينة العالمين الجديدة هذا بالطبع يعني يأتي بعض العروض الجوية التي كانت بالأمس في سماء مدينة العالمين الجديدة والتي أبهرتنا بها القوات الجوية المصرية بالعديد من الاستعراضات واللوحات الفنية التي رسموها في سماء مدينة العالمين الجديدة وربما كما تبعتم في التقرير الإشادة الدائمة بمهرجان العالمين الجديدة وبكل التجهيزات والاستعدادات التي كانت موجودة في هذا المهرجان وربما تبعناها تحديدا في بطولة الجودو العربية وإشادة رئيس الاتحاد العربي للجودو بالتجهيزات التي تتم لاستقبال هذه البطولة للعام الثاني على التوالي وتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتأكيد اللجنة العليا لمهرجان العالمين الجديدة كانت قد أعلنت انتهاء النسخة الثانية اليوم بعد حفل الفنان ويجز وقدمت الشكر لكل المشاركين في هذا المهرجان من الشركات ومن أيضا الوزرات والمؤسسات المختلفة ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لكل ما يدعم بناء الإنسان وأيضا صناعة وعيه هذا المهرجان الذي بدأ قويا في الحادي عشر من يوليو الماضي بدأ قويا بالعديد من الفعاليات المتنوعة والمختلفة التي قدمت لرواد وزوار مدينة العالمين الجديدة بقى متنوعة من الطرفي والتثقيف والتوعية رأيناها في الحفلات الفنية المختلفة ورأيناها أيضا في المبادرات الثقافية التي انطلقت من خلال وزارة الثقافة فيما يتعلق بالمكتبات المتنقلة أو معرض الأسرة رأيناها أيضا في الأنشطة الخاصة بالأطفال والتي كانت متنوعة في مهرجان نبتة والذي قدم العديد من الأنشطة المختلفة للأطفال مهرجان العالمين الجديدة في نسختي الثانية سطاع أن يجذب عدد كبير من الزائرين سواء من مختلف الأعمار أو الفئات أو حتى من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية فمهرجان ونسخة ثانية قوية في هذه الأوقات وتحديدا في هذه المنطقة التي نشهد فيها إقبال كبير من الزائرين وإن شاء الله نتقابل في النسخة الثالثة من مهرجان العالمين الجديدة بفعليات أكبر وتطور أكبر وكل الشكر لمن شارك في هذا المهرجان وهذه النسخة الأقوى من مهرجان العالمين الجديدة أشكرك محمود جميل من العالمين